كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة حيث بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصل إلى 647 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية من بينها 532 و30 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى القطاع مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 215 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرح الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء